اشتركوا في القناة وفيما يلي نص البرقية اخانا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود حفظه الله ورعاه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ونحن نغادر ارض المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد انتهاء اعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الاسيان ان نعرب عن خالص الشكر والامتنان لما قبلنا به من كرم الضيافة وطيب الوفادة في بلدنا الشقيق والذي عبر عن علاقات المحبة والاخاء والود التي تجمع بيننا وعكس ما يربط بين بلدينا وشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وتعاون وثيق في كافة المجالات ولا يسعنا في هذه المناسبة الا ان نشيد برؤيتكم الثاقبة وحكمتكم المعهودة في استضافة اعمال هذه القمة والتي ترأسها بكل كفاءة وجدارة اخونا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معربين عن الاعتزاز بما توصلت اليه من نتائج طيبة ومتميزة من شأنها ان تسهم في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع هذه الدول الصديقة التي تجمعنا معها روابط التاريخ والمصالح المتبادلة والتعاون الوثيق نسأل الله العلي القدير ان يحفظكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية وطول العمر وينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بدوام الامن والنماء والازدهار وان يكلل جهودنا جميعا لتحقيق ما فيه الخير والنفع لدولنا وشعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين نعمة بحرمات 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 بحر اشتركوا في القناة